خلينا نقول النهاردة انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الأولى لقبول بالجامعات مبروك طبعاً لولادنا في السنوية العامة اللي نجحوا بتفوق ويأني أزهلوا الدنيا يعني الدرجات كانت حلوة الحقيقة الموقع يعني أتاح التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى للتنسيق وده مستمر لغاية يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله التقديم بيكون من خلال الرابط الموضح على الشاشة دلوقتي معانا بحد أدنى للمرحلة الأولى شعبة علم علوم 371 درجة والحد الأدنى للشعب الهندسية 357 درجة والحد الأدنى للشعب الأدبية 280 درجة فأكثر في مجموعة من النصايح كده عايزين نقدمها ونقول لكم عليها عن التنسيق لازم نقبط بنا منها أول حاجة إيه يا إيمان؟ أولاً مراعاة النطاق الجغرافي اللي هو عبارة عن ترتيب الكليات طبقاً لقوائم التوزيع الجغرافي يعني على حسب حضرتك أو حضرتك سكنين فين؟ لازم أنه الطالب يختار الكليات في النطاق الجغرافي الأول اللي هو الديرة اللي حواليه مباشرة أو في المكان أو في المحافظة اللي هو موجود فيها قبل الاختيار في نطاق جغرافي تاني يعني ما ينفعش مثلاً أنا أقعدة في القاهرة واكتب اختيار أول في أسيود ثم القاهرة نفس الكلية أعمل العكس تاني حاجة يا مونمو؟ تاني حاجة ترتيب الكليات طبقاً لعدد الرغبات المتاحة للطلاب بيتاح لكل طالب اختيار 75 رغبة من بين الكليات والمعاهد المتاحة عبر موقع التنسيق الإلكتروني وطبعاً أكيد أنه من أبرز النصيح اللي بنفضل نقولها ونأكد عليها كل سنة مهمة جداً والوزارة كمان أكدت عليها السنة دي لطلاب التنوية العامة هي التأني عند كتابة الرغبات ما فيش حاجة اسمها نحن نتسرع طيب أنا مثلاً عايزة كلية معينة يبقى أكتب كل فروع الكلية المعينة دي حسب النطاق الجغرافي بتاعي الأول ثم أبتدي أبعد يعني كأنها دايرة صغيرة وأبتدي أبعد كل الكليات اللي هي اللي أنا عايزها في كل المحافظات لحد ما تخلص وخلوا بالكوا إحنا عندنا 75 رغبة بس يعني ما ينفعش نحط رغبات أزيد من كده صحيح وكمان رابع حاجة ضروري للتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة والمحددة من قبل مواقع التنسيق ووزارة التربية والتعليم العالي مع الحضر من الناس اللي بتعمل يعني واقع وهمية بتدعي كذباً إنها معتمدة من وزارة التعليم العالي لا طبعاً ناخد بالنا جداً إحنا بنقدم فين وحاجات طبعة للوزارة عشان ما يعني ما حصلش إيه حد يلعب بينا وبقى عصابنا وولدنا كفاية إنه هم يعني كانوا متؤثرين مستنين النتيجة فيعني مبروك للجميع وربنا يوفق كل واحد في الحاجة اللي بيحبها الحاجة اللي بتحبها وهتبقى مبدع فيها إن شاء الله يا رب اللي بتاخد أقل مجميع لكن أنا هطلع جينيس فيها وبقدم حاجة المجتمعي وبفيد مجتمعي ده حاجة حلوة خالص لازم نركز فيها مش بقى ما فيش موضوع قولياتي القمة يا إيمان خلاص انتهى الموضوع ده مش حاجة بقى كده القمة أينما أثبتت وجودك صحا القمة في المكان اللي انت تنجح فيه اللي يتناسب مع إمكانياتك وقدراتك في المكان اللي ربنا هيختارهولك انت بتعمل دورك اللي هو السعي ونتايك دي مش بتاعتك دي بتاعت ربنا وهو أدرى بنا من نفسنا هو عارف اللي فيه مصلحتنا ودايما الناس لما بتعدي بيها الزمن بتعرف ده وبتتأكد من الحكمة يعني اليقين بربنا سبحانه وتعالى والتسليم بالنتائج وبعدين أنا عايزة أحذركم من حاجة فيه شخص دايما بيجي في المناسبات اللي زي كده بيلعب دور الفازلوك اللي هو أبو العريف أنا هكتب لك رغباتك وفيه ناس بتاخد فلوس على الكلام ده ممكن تبقى مكتبات مثلا أو سايبر أو حاجة زي كده على الأساس ان هو بقى إيه اللي هيزبط لك الرغبات بتاعتك الموضوع مش فيزياء يا جماعة الموضوع مش صعب إذا كنت انت كطالب وكشاب أو شابة مش عارف تكتب الرغبة اللي انت عاوزها إزاي مطلوب منك بقى تنجح في الجامعة وتشتغل بعد كده وتبقى ليك شأن يعني إذا كنت مش عارف تعتمد على نفسك في حاجة صغيرة الموضوع سهل وبسيط وأرجوكو ما تخليش حد يضحك عليك ولو عايز نصيحة انت بتروح الجامعة اللي انت عايزها وتقعد مع حد اسمه وقد بقى يصير قويديك نصيحة ده شغلته إن هو يختار لك المواد اللي هتوصلك للي انت عايزه خد ده مثلا ميجر وده ميجر وحاجات يعني ده حاجة مدروسة حد بيبقى دارس إزاي بدي نصيحة للطالب مش زي ما إيمان بتقول أي حد وخلاص وبيوديك في حتة مش بتاعتك أو هتلاقي نفسك أو أنا خدت المواد دي ليه هتلاقي نفسك في الآخر نتيجة مش حلوة خلصة اشتركوا في القناة